أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق حبيب إله العالمين أب القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن والعذاب على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الحديث عن الصحيفة السجادية للإمام السجاد صلى الله عليه لا بد من إشارة إلى مقدمة سريعة أولا لا يخفى تفرد مدرسة أهل البيت صلى الله عليه عليهم بموروث دعائي منقطع النظير الآن إذا ذهبت إلى شرق الدنيا وغربها لا تجد مثل هذا الدعاء بل لا تجد عشر معشار هذا الدعاء هذه المنظومة هذا الموروث الدعائي العجيب هذا الموروث هو من بركات آل البيت صلى الله تعالى عليهم طبعا بالتواصل بالاستمرار يعني بقضية متواصلة من النبي صلى الله عليه وآله من أولهم إلى آخرهم صلى الله تعالى عليهم أجمعين ثم بعد ذلك بذل أعلام الطائفة جهودا مستمرة ومتواصلة في تبويب وتصنيف والحفاظ على هذا الموروث حتى وصل إلينا بهذه الهيئة اللطيفة والعجيبة واقعا فيه العجائب يعني لعل هذه القضية لعل هذه المسألة من الأمور المغفول عنها غير الملتفت إليها أن الدعاء في مدرسة أهل البيت صلى الله تعالى عليهم من الكنوز الثمينة غير الملتفت إليها أولا ما فيهم من عجائب خذ مثلا أن هذا الدعاء مقسم على كل وقت وفي كل مناسبة في الصباح دعاء في المساء دعاء بعد كل صلاة دعاء وهكذا الأدعية اللي هي للأسبوع وللشهر وللسنة وأدعية شهر رمضان ففرد منظومة من هذه الجهة وافية لكل زمان ولكل مناسبة هذه القضية الأولى ثانيا جاء بنسق عجيب وببلاغة وفصاحة كاملة وثالثا فيه من عجائبه علو مضامينه جاء بمضامين عالية ثم فيه قضية الطراوة أنك تقرأ الدعاء في كل يوم وكأنك اليوم أول يوم بدأت بقراءة الدعاء هذا دعاء الصباح يقرأ في كل يوم فأنت في كل يوم تقرأ هذا الدعاء وكأنك اليوم قرأت الدعاء هذه القراءة الأولى هذا أيضا يضاف إلى ما فيه من عجائب والحديث فيه طويل هذه النقطة الأولى ما أدري هسا هذه النقطة الأولى شوان واحد يقدر يوضحها كيفية بسط وبيان هذه القضية يحتاج إلى أنه الإنسان يتفكر بهذا في هذا الموروث في هذا الكنز العجيب واقعا يعني عجيب وغريب متكامل من جميع الجهات وهو من أثمن ما عند هذه الطائفة أعز الله تعالى كلمتها الأمر الثاني أن يحتوي الدعاء على المعارف الدينية وعلى المسائل التي يحتاج إليها المؤمن الآن إذا تروح إلى الأدعية وتقرأ في الأدعية ترى فيها قضية التوحيد ببيان لطيف مستمر قضية التوكل على الله تعالى حتى قضية العبودية والاحتياج إلى الله تعالى والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هذا طبعا ليس مختصر على قضية الدعاء لذا لاحظ جملة من الزيارات هي أيضا جاءت بهذه الطريقة هكذا مثلا مسألة التولي والتبري سواء لهم صلوات الله عليهم أو لأتباعهم سلم لمن سالمكم حرب لمن حاربكم وهكذا بقية الفقرات التي تقريبا تقريبا يمكن أقول في كل فقرة من فقرات الدعاء تجد مسألة من معارف هذه الشريعة الإسلامية صورت بهذه الطريقة اللي صار أن الدعاء يختلف عن الناس احنا معلوم أن الموروث في مدرسة أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم يعني ما تركه الآل صلوات الله عليهم ينقسم إلى ألوان منه النصوص اللي هم تقسم إلى نصوص في الاعتقاد ونصوص في الفقه ونصوص في الأخلاق وهكذا ومنه الزيارات ومنه الدعاء طبعا الناس عادتان مو كل الناس تقرأ النصوص والتابع الكتب الروائية لكن الدعاء والزيارة في العادة كل الناس تقرأ إذا مو كل الناس فالأعم الأغلب هو يقرأ الدعاء قراءة الدعاء ليست قراءة واحدة سقط واحد يقرأ الكتاب الكافي مرة مثلا في عمره فيمر على الرواية مرة أو يقرأ كامل الزيارات مرة أما الدعاء فهو يقرأ في كل وقت حدد له هذا الدعاء مثلا على سبيل المثال دعاء الصباح يقرأ في كل صباح دعاء كميل يقرأ في كل ليلة جمعة الندبة وهكذا الأدعية أدعية شهر رمضان شنو اللي صار هذه المعارف التي زجت في الأدعية التي ضمنت الأدعية في هذه المعارف لما صارت تتلى كل يوم أو كل أسبوع أو في السنة أكثر من مرة صارت هذه المعارف راسخة في الأذهان ولهذا لعل جملة من المعارف الإسلامية أخذت من الأدعية يعني أخذت بمعنى أنها صارت راسخة أنها صارت واضحة أنها صارت يعرفها الجميع هذا هو الجزء المهم والعامل المهم في ثقافة أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم لعله يمكن أنه نذكر بعض الموارد الآن كل الشيعة كل شيعة أهل البيت يعرفون أن الإمام الحج عجل الله تعالى فرج هو الطالب بثأر الإمام الحسين عليه السلام لا أعتقد أن هذه المعرفة بهذه الطريقة جاءت من غير دعاء الندبة هم في كل يوم جمعة يقرؤون الدعاء ويقرؤون في الدعاء أين الطالب بدم المقتول بكربلة هكذا مثلا لما تحل مصيبة الإمام الحسين أيام مصيبة الإمام الحسين بل لعله في كل مورد يذكر فيه الإمام الحسين عادة الناس تنتقل إلى ذكر الإمام الحجة هذا أيضا أخذ من قوله صلوات الله تعالى عليه لأن أخرتني الدهور وعاقني لأبكين عليك بدل الدموع دمى ولأن دبنك صباحا ومساء حتى أموت بلوعة المصار وغصة الاكتئاب فهذه الثقافة اللي عند أتباع المدرسة عامل مهم في خلق هذه الثقافة هو الاستمرارية في الدعاء الدعاء يقرأ في كل يوم حدد أو في كل وقت حدد له من هنا صار الدعاء له أثر في بيان المسائل وما يحتاج إليه الناس وثقافة المدرسة أتباع مدرسة أهل البيت أثر واضح وأثر كبير جدا ما دهس واحد بعد كل واحد من عندنا يفكر بهذه القضية أنه كم من المرتكزات الآن في مدرسة أهل البيت هي في الواقع أخذت من الأدعية وعلى رأس هذا الموروث ومن أهمه وفي قمته هو الصحيفة السجادية لو أردنا الحديث عن الصحيفة السجادية ومنزلة الصحيفة السجادية فنحتاج إلى وقت طوي لهذا اكتفى بعض الأعلام بوصفها بزابور أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم الصحيفة السجادية عبارة عن مجموعة من الأدعية هذه الأدعية هي من جهة دعاء ومن جهة أخرى معارف ومسائل يحتاج إليها الإنسان في معرفة دينه لعله يمكن أن أقول هذه الكلمة يمكن الإمام السجاد صلوات الله تعالى عليه التجأ إلى هذا الطريق لجور بني أمية يعني كان الوضع في زمان الإمام السجاد جدا شديد فبيان المسائل بيان ما يحتاج إليه الناس كل ما يتعلق بالدين كان صعب على الإمام صلوات الله تعالى عليه كان مضايق بأشد حالات المضايقة لهذا الإمام لعله اتخذ هذا الطريق لبيان المعارف لبيان المسائل لبيان شريعة النبي صلى الله تعالى عليه وآله بطريقة الدعاء فوصل إلينا بهذا الطريقة اللطيفة والجميلة الدعاء في مدرسة أهل البيت يعتبر من أهم ألوان العبادة أذني أيها الأحب هذه كل وحدة من هذه النقاط هي عبارة عن إثارة وإلا في المسألة تحتاج إلى بسط أكثر من هذا مثلا إحنا عدنا في رواياتنا وهذا هو هذا المعهود هو هذا المعلوم أن الدعاء أولا عبادة شأنه شأن الصلاة شون الصلاة عبادة يعني الذي يجلس للدعاء أو الذي يدعو الله تعالى أولا هو في حال عبادة الآن يتعبد الله تعالى يتعبد بهذه الطريقة كالذي يصلي كالذي مثلا يأمر بالمعروف بالتالي هذه الممارسة هذه الساعة هذه الدقيقة اللي يكون فيها منشغل بالدعاء وفي الواقع منشغل في عبادة الله تعالى في رواية عن زرارة ابن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله عز وجل يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين شنو هذه العبادة اللي الله تعالى وعد المستكبر عليها بالنار قال عليه السلام هو الدعاء وأفضل الدعاء وأفضل العبادة الدعاء الراوي يسأل قلت إن إبراهيم لأواه حليم فقال عليه السلام الأواه هو الدعاء أي كثير الدعاء وهكذا في رواية ابن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أي العبادة أفضل فقال ما من شيء هذه الرواية تأخذ بنظر الاعتبار قال ما من شيء أفضل عند الله عز وجل من أن يسأل ويطلب مما عنده نفس الطلب نفس السؤال هذه عبادة لله سبحانه وتعالى وما أحد أبغض إلى الله عز وجل ممن يستكبر عن عبادته شنون يعني ولا يسأل ما عند الله أو ما عنده فالدعاء هو رأس العبادة ولهذا وصف الدعاء بأنه سلاح الأنبياء ولهذا نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة المعصومين والصديقة الكبرى أنهم كان لهم علاقة خاصة مع الدعاء فهو أولا عبادة نأخذ من الصحيفة السجادية من دعائه عليه السلام بعد التحميد بعد الخطبة الأولى بعد دعائه الأول اللي هو التحميد في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا هذه جاي على النسق المعهود إنه أولا الحمد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ثم المسألة ثم الطلب ثم الدعاء في رواية عن أبي كهمس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول دخل رجل المسجد فابتدأ قبل الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول ما دخل إلى المسجد طلب حاجته أول ما دخل قال مثلا يا ربي اعطني هذا الشيء أو طلب شفاء أو كذا إلى آخره مجرد الدخول طلب الحاجة باشر بطلب حاجته قال دخل رجل المسجد فابتدأ قبل الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله عاجل العبد ربه ثم دخل آخر فصلى وأثنى على الله عز وجل وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله سل تعطه طريقة الدعاء أولا الإنسان مثلا يصلي ركعتين هذا مثلا الوارد أنه من مضان استجابة الدعاء ما كان بعد الصلاة فأولا الثناء يبتدي الإنسان بالثناء على الله تعالى الحمد لله وإلى آخره ثم الصلاة على النبي ثم يطلب أكو بعد مضامين أخرى اللي ظاهرها أنه يلحق أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ثم قال عليه السلام في كتاب علي عليه السلام إن الثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله قبل المسألة هذا إشارة بسيطة وللحديث بقية تأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر